كيف نشرح الكتابة يا اخي تركك الكتابة ايش كيف نشرح امر سهل لابد اننا نسير اعدل القلم منه حتى نرتاح منه هذا القلم حتى نرتاح وتمشي على وطيرة واحدة ماذا تسمع تدرس اصول ثلاثة قواعد اربع كتابة توحيد على شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لماذا لان بالعثيمين رحمه الله يشرح لك التوحيد تعريف التوحيد في هنا يكرر تراجع لكن لو تأخذ مثلا شرح بن عثيمين للوصول الثلاثة رحمه الله والشيخ الفوزان لكتابة توحيد حفظ الله حفظه الله هذا تقسيم وهذا تقسيم وهذا تفريع وهذا تفريع لا تستقل معك الامور وبعد هذا تقول والله لا ادري هذا هو قول بن باز رحمه الله او قول الفوزان حفظه الله او قول بن عثيمين رحمه الله الجميع لا تمشي على وتيرا واحدا كان الواحد من السلم يأتي لعالم العلماء السلم يأخذ عنه العيد ثم ينتقي الى العالم الآخر ثم هذا الشيخ الآن لو تتلمد على بن عثيمين رحمه الله واخذ كل مؤلفات بن عثيمين وضبطها ايش يخرج بن عثيمين ثاني لكن هذه المشكلة ان هنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في كتاب وهنا في شرح وتختلف عليه الامور فيها حتى يصير اضل من ثوم حكيم لا تمشي على تعريف واحد على شرح واحد ولحن نريد نمشي بهذا الكتاب على القول المفيد شرح الشيخ بن عثيمين لكتاب التوحيد رحمه الله الجميع طيب الشرح هذا كيف سيكون سيكون اذا الكتاب المعتمد ما هو القول المفيد الشيخ بن عثيمين الرحمه الله تعالى عندنا ملخص لهذا الكتاب لكن الملخص لا يبني على الكتاب الأصلي طيب كيف سنشرح الكتاب بإذن الله نريد أن نعرف التعريفات والتقسيمات يقول كتاب التوحيد ما هو التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الضبوبية والألوهية وإسماء الصفات توحيد الضبوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بإفعاله توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى هكذا تضبط التعريفات التي في الكتاب الثاني التقسيمات يقول مثلا وقضى ربك تقول القضاء ينقسم إلى قسمين قضاء شرعي وقضاء كون إذن هذا الأمر الثاني الأول تعريفات الثاني التقسيمات الثالث نريد أن الكتاب يرتبط كيف يرتبط أي آية أو حديث تحكى الباب لابد نذكر مناسبة الآية والحديث للباب إذا ربطنا ماذا الآيات والحديث مع الباب ثم نربط الباب مع كتاب التوحي فاركبط الكتاب بأكمله هذا الشرع يعني مثاله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله هذا الباب تحت هذا الباب ذكر قول الله سبحانه وتعالى لا تقوم فيه أبدا ما علاقة هذه الآية التي نزلت في مسي الضرار بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لابد نعرف المناسبة تمام الترجمة اللي هي الباب باب ما جاء في المصورين ما علاقة التصوير بكتاب التوحيط تقول التصوير خلق وإبداع ومضاهام لخلق الله وله علاقة بتوحيد الردوبية وتعدي على حق الله سبحانه وتعالى أو أول شيء حدث في الآرض بشبهة التصوير والتماثيل وله علاقة بكتاب التوحيط لأنه ممكن واحد يأتيت ويقول هذا الباب باب ما جاء في المصورين لابد أنه خطأ بعض النساخ أنه بعض النساخ ذكر هذا الباب وهذا له علاقة علاقة بكتب الفكر حتى يرتبط الكتاب بأكمل هكذا نريد نشرها الكتاب فقط الآيات والأحاديث مع الباب الباب مع الكتاب ويرتبط الكتاب بأكمل